اشتركوا في القناة الأمم المتحدة هذه الأهمية في هذا الموضوع طبعا الاتجار بالأشخاص أو كما يسمى في بعض الأدبيات الاتجار بالبشر وكذلك يسمى بالعبودية الحديثة في بعض دول أوروبا هو جريمة قديمة قدم التاريخ وجوهرها يختزل في أن استغلال استضعاف شخص ما فبغض النظر عن ضعف هذا الشخص ووسيلة الاستغلال متى ما استغل الإنسان أخيه الإنسان لغرض ولمنفعة مادية أو لغرض شخصي إن كانت تجارا استغلالا جنسيا أو عملا جبريا أو خدمة قسرا فيعتبر هذا تجارا بالأشخاص بالطبع هذه الجريمة تتغير بتغير الأزمنة تتطور مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية صورها أيضا تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى فما يحدث في دول جاذبة في دول سياحية يختلف عن دول تعرضت لكوارث طبيعية يختلف عن ما يحدث في الخليج العربي مع العمال الوافدة وكوننا منطقة جاذبة للعمال الوافدة فلا يوجد مكان في العالم خال من هذا الوباء ولذلك جميع دول العالم تحارب هذا هذه الجريمة نعم أستاذة طبعا تقرير خارجية الأمريكية الذي وضع البحرين للسنة الخامسة على التوالي في الفئة الأولى هل هو دليل أننا نجحنا في هذا الأمر؟ نعم نحن الدولة العربية الوحيدة التي وصلت للفئة الأولى ولم يصل قبلنا أو بعدنا أحدا حتى الآن ولكن وجودنا في هذه الفئة لا يعني أننا قضينا على الجريمة ولكن يعني بأننا نبذل الجهود لتكون على مستوى تطور هذه الجريمة فالتقرير لا يقول أننا قضينا عليها ولا يتوقع مننا أننا نقضي على هذه الجريمة التقييم هدفه هو تقييم جاهزية وجدية الدول وقوانينها وتشريعاتها والأطر والآليات والأطر الموجودة للتعامل مع هذه الجريمة هذه الجريمة تطور من آلياتها بصورة مستمرة وتتغير بتغير الأوضاع ليس فقط في بلداننا وإنما في بلدان ممكن التي يأتي منها الوافدون على سبيل المثال هناك أزمة سياسية واقتصادية في أحد البلدان المتصدرة للعمالة مؤخرا هذا ينبأ بأن المتاجرين بالأشخاص سوف يستغلون رغبة مواطنينها بالخروج والعمل في الخارج ليقوموا باستغلالهم نحن دائما بالنا على هذه الأمور وعيننا عليها ونحن كبلد جاذب للعمالة الوافدة يجب أن نستعد بصورة استباقية وإجراءات تضمن آليات الاستقدام الصحيحة والأخلاقية وأن العمالة الوافدة التي نستقدمها من تلك البلاد تخضع لتدقيق لضمان أن عملية التوظيف تكون أخلاقية أي بيئة فيها عدم استقرار ينشط فيها المتاجرون ونحن نتأثر بالعالم أمر لا شك بأنه صعب ولكن البحرين نجحت فيه بشهادة الجميع ما هو رأيك في هذا؟ نجحنا ولله الحمد أخ جمال مثل ما تفضلت وحين نقرأ نجاح مملكة البحرين فإننا نلحظ وجود إيمان وقناعة بضرورة مواجهة هذه الجريمة من خلال بناء منظومة متكاملة تتناسب مع طبيعة وخطورة هذه الجريمة في الوقت نفسه متماشية مع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة وبحقوق العمالة الوافدة خاصة التي صادقت عليها مملكة البحرين وأود الإشارة هنا إلى أن نقطة البداية في تميز مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أتت من اعترافنا بوجود هذه الجريمة مما مكننا من التعامل معها ومبدأ العمل كحكومة واحدة نحن حكومة واحدة لنا رؤية واحدة نعمل كأجهزة إدارية أمنية قضائية جميع الأجهزة تعمل بيد واحدة وبرؤية واحدة وتعاطينا مع التحدي هذا من خلال هذا المبدأ وتفاعلنا مع ما يحدث خارج البحرين خارج المنطقة تفاعلنا مع ما يحدث على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص هذا جعل وسننا للتشريعات والقوانين التي تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وتمكننا من تنفيذ هذه السياسة اتسمت منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين وسياستها بجديتها باستدامتها بالمرونة والتكيف وعملت هذه السياسة على إثراء التجربة البحرينية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وجاء لها ضمن أفضل الممارسات على المستوى الدولي والإقليمي الأستاذة شيرين السعاتي مديرة التظلمات والحماية بهيئة تنظيف سوق العمل شكرا جزيلا لك وإنها بإمكانك تنظيف سوق العمل شكرا جزيلا لك